أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي عقب تنفيذه عمليتي دهس منفصلتين بمنطقة وادي موسى في أريحة وبحسب مراسل رؤية فإن عمليتي الدهس أسفرت عن إصابة خمسة جنود حالة اثنين منهما متوسطة إلى طفيفة وثلاثة إصابتهم طفيفة ووصفت حالة منفذ العمليتين بالخطيرة بحسب وكلة الأنباء الفلسطينية وفاة فرضت قوات الاحتلال إغلاقا مشددا على محافظة الخليل وأغلقت المداخل المؤدية إلى منزل الشهيد محمد الجعبري بالسواتر الترابية بعد تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربعة أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة خمسة آخرين وعلى إثر ذلك عمى الإضراب الشامل محافظة الخليل وقرها الاحتلال الإسرائيلية المداخل المؤدية إلى منزل الشهيد محمد الجعبري في الخليل بالسواتر الترابية فيما قامت وحدات الهندسة بأخذ قياسات المنزل تمهيدا لهدمه بعد لحظات من تنفيذه لعملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربعة أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة خمسة أحدهم بجراح خطيرة فيما ارتقى محمد بعد دهسه من قبل أحد المستوطنين ليرحل أستاذ المدرسة شهيدا تاركا خلفه زوجته وثلاثة أولاد شاب خلوق شجاع مقدام يحب الخير للجميع ويحمل شهادة البكالورس في الشريعة الإسلامية وكان محافظ على صلاته في المسجد وهو مدرس في سلك التربية والتعليم عاتوا بالبيت خراب سواء الأتاث أو مثلا أطعمة أو جدران حتى الجدران على حسب مروي لأنهم خزقوهم بالإدريلات العملية وقعت بالقرب من منزل المضطرف إتمار بن غفير الذي علق على الحادثة بأن المنافذة أطلق النار على السيارة تشبه سيارته فيما أشارت مصادر أخرى أن المستوطن عفر يحنى من بين المصابين بجروح خطرة وهو المعروف عنصريته باتجاه سكان المنطقة ويسير على نهجه باقي المستوطنين الذين هاجموا بيوت المواطنين فيما أعلن الجيش عن تعزيز قواته في المنطقة ونشر وحدات جديدة في الخليل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطني بدأ أولا بقطعان المستوطنين بالهجوم على ودح الصين وحرط الجعبر والمنطقة القريبة على عائلة الشهيد على متلكات عائلة الجعبر بالأمس وبعدها أيضا من صباح الفجر من فجر اليوم صباحا بدأ الاحتلال بجرفاته ووضع السواياة الالترابية على جميع مداخل المنطقة من أجل وضع حاجز ما بين الناس والمتضامنين من كل مكونات المجتمع الفلسطيني مع عائلة الشهيد محمد كامل الجعبري الاحتلال بعد العملية اعتقل أحد الشقاء الشهيد كما أن له شقيق آخر هو وائل الجعبري أحد المبعدين إلى قطاع غزة أهالي المدينة أعلن الإضراب العام وغلقت المحلات والمؤسسات استمراروا سياسة الاحتلال بالعقاب الجميع على مدن الضفة الغربية وهذه المرة على محافظة الخليل ردا على عملية قريات أربعة إغلاق كافة المداخل الرئيسية وتشديد الخناق على منزل المنفذ وأهالي المدينة يعلنوا الإضراب العام تضامناً وحداداً عن روح الشهيد من مدخل الخليل محمد العدم رؤية لتحقيق مكاسب إضافية في انتخابات الكنيسة استغل بن يمين نتنياهو وإتمار بن غفير العمليات الفلسطينية الأخيرة لغاية استعطاف اليمين المتطرف وكسب المزيد من الأصوات في صناديق الاقتراع على بعد يومين من انتخابات الكنيسة الخامسة والعشرين قرر بن يمين نتنياهو عدم الظهور في وسائل الإعلام تحسباً من أن يرتكب خطأ يؤثر على شعبيته فلم يخرج بأي تصريحات أو إدانات رداً على عملية الشهيد محمد الجعبري على غرار ما قام به المتطرف إتمار بن غفير والذي سارع الاستغلال العملية الأخيرة وكأنها محاولة لاغتياله لصالح كسب أصوات اليمين المتطرف يعني بن غفير بالأمس حاول أن يكون بمسرحية وأن يصور أنها عملية اغتيال كي يكسب مزيد من الأضواء والاهتمام الإعلامي بعد لحظات الأمن نفى لكن واضح أنه سيستغلها بالمدى الأوسع أنه سيعتبر أنه هذا فشل الجيش هذا جانس يقيد يد الجيش وبالتالي هذا يخدم دعايته على المدى البعيد الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى أن بن يمين نتنياهو لن يتمكن من الحصول على أغلبية 61 مقعد لتشكيل حكومة يمينية متطرفة نتيجة ارتفاع نسبة المشاركة العربية إلى 50% ففي هذه الانتخابات ستكون الكلمة الفاصلة والنهائية للمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني المحتل فكلما ارتفع التمثيل العربي تراجعت فرص بن يمين نتنياهو بالفوز كل العشرة بالمئة من مشاركة العرب تفرق بمقعد ونصف تقريبا أو مقعدين ولذلك لو لم يكن هناك عرب لحصل نتنياهو على أكثر من 62-63 مقعد بوجود العرب تتقلص حصص المعسكرين الرئيسيين الآخرين ولذلك الآن التحدي هو في رفع نسبة مشاركة العرب حتى يمكن ربما تنثيل الثلاث قوائم العربية لكن في حال انخفاض النسبة على الأغلب أن قائمة واحدة فقط أو قائمتين ممكن أن تجداز نسبة الحسم وأي خسارة عربية تصوب في مصلحة نتنياهو تالت تعزز فرصه في تشكيل الأقومة المقبلة وأمام هذه الاستطلاعات يبدو أن النصر الوحيد لبن يمين نتنياهو سيكون بعدم السماح ليئين لبيد بالفوز ما يعني أن إمكانية الذهاب لانتخابات سادسة باتت أكثر واقعية من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤية قبل يوم واحد من نهاية ولاية غادر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون قصر بعبدة للمرة الأخيرة رئيسا ووسط مراسم رسمية وشعبية حاشدة لمناصري التيار الوطني الحر الذين باتوا ليلتهم في محيط القصر وحضروا منذ ساعات الصباح الأولى من مناطق لبنانية عدة ترك عون القصر الجمهورية ظهر اليوم كما دخله غير متسلم من رئيس سلف ولا مسلما رئيسا خلف ووقع عون قبل دقائق من خروجه مرسوم قبول استقالته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وفي كلمته الأخيرة إلى اللبنانيين شنعون هجوما على القضاء محملا حاكم مصر في لبنان مسؤولية الانهيار المالي محملا ما أسماها المنظومة الحاكمة مسؤولية ما وصل إليه لبنان اليوم صباحا وجهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحيات الدستورية ووقعت مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة البلد حتى يعيش بده إصلاح بده يخلص النفزين يلو يشلوا القضاء وقفوا التحقيق الجنائي بما يتعلق بالمرفأ مشيل عون العسكري ومن ثم السياسي تروحت حياته بين قيادة الجيش اللبناني والحروب المتنقلة والسير بين ألغام السياسة سنوات حكمه وما تخللها من أحداث وأزمات تستعرضها في هذا التقرير ليل الثاني والعشرين من أيلول عام ثمانية وثمانين دخل ميشيل عون جنرالا على رأس حكومة عسكرية انتقالية إلى قصر بعبدة على وقع تحليق طائرة السخوي السورية في سماء بعبدة ومحاولة وحدات من الجيشين اللبناني والسوري اقتحام القصر الجمهوري رفع جنرال القصر الراية البيضاء في 13 تشرين الأول 1990 انتقل من بين جدرانه المهدمة إلى السفارة الفرنسية ومن ثم إلى منفاه الباريسي تاركا فراغا رئاسيا وبلدا عاثت به الحرب والميليشيات خربا 31 من تشرين الأول عام 2016 دخل ميشيل عون مرة ثانية إلى قصر بعبدة رئيسا للجمهورية اللبنانية 15 عاما قضاها في المنفى عاد إلى لبنان عام 2005 ليوقع بعد عام واحد اتفاق مارم خايل مع حزب الله ومن ثم بعد سنوات اتفاق معراب مع خصمه اللدود سمير جعجا ويفرض تسوية مع سعد الحريري قادته جميعها إلى قصر بعبدة ست سنوات في الحكم يترك عون القصر مخلفا خصوما أكثر من الأصدقاء وبلدا في حالة انهيار مالي واقتصادي ومؤسستي من عمل على إيصال ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية سواء في الداخل أو في الخارج كان يعلم أن العبث هو الذي سيتحكم بالمسار اللبناني بنتيجة العلاقة مع حزب الله على قاعدة تحقيق ما يريده في الداخل مقابل إطلاق يد حزب الله في السياسة الخارجية ومنحه الغطاء المسيحي يصعب اختصار عهد ميشيل عون الذي شهد أمرا غير مسبوق لم تعرفه كل العهود الرئاسية منذ الاستقلال وهو أن نحو نصف أيامه كانت أيام تعطيل في ظل وجود خمس حكومات تصريف أعمال أسوأ ست سنين بالعالة دول الناس ما مصدع شو صار عنا بس مكرا بدوين دامو كير بس يتل منذ انتخابه رئيسا للجمهورية قرر ميشيل عون أن يواجه الجميع على الرغم من أن عون لم يأتي من خارج رحم هذه المنظومة في النهاية لبنان بلد محكم بالتسوية قبل الوصول إلى تلك المرحلة لابد أننا سنكون مقبلين على توترات أمنية تصفية حسابات سياسية وقضائية أحداث ومحطات كثيرة طبعت عهد عون شهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية انهيار مالي ومصرفي واجتماعي عتمة شاملة طوابير ظل ارتفاع مستوى الفساد والسمسرات والهدر والجريمة والفتنة المتنقلة وليس آخرها ثورة 17-20 وقمعها وصولا إلى تفجير الرابع من آب قبل أن يختتم العهد أيامه باتفاق ترسيم الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي